حلقة جديدة من مسلسل التمرد في سجن رومي شهدها اليوم الأول من العام 2013 فعند العصر وبينما كانت مجموعة من عناصر قوى الأمن تقوم بتعداد السجناء في المبنى بي من السجن بدأ هؤلاء بأعمال الشغب حالت دون إكمال العناصر العسكرية لمهمتها فغادروا المبنى بعدما بقوا في داخله لفترة محدودة من الوقت كما قال مصدر أمني وأقدم السجناء المتمردون على إدرام النيران في فراش النوم وبعض الأمتعة في الباحة الداخلية للمبنى بي فتصعدت ألسنة النار وأعمدة الدخان وسط انتشار لعناصر قوى الأمن عند البوابة الرئيسية للمبنى المعلومات الواردة من السجناء أشارت إلى أن حركة التمرد تعود لسببين الأول منع الزيارات لأهليهم في اليوم الأول من العام والثاني هو أن المياه مقطوعة منذ نحو أربعة أيام المسؤولون عن السجن وقيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية تحركوا لمعالجة الموضوع ومنع تفاقمه